ويستحق أنه كمان الكابتن حفيز دراجي حفيز دراجي المعلق الجزائري الكبير واحد من أشهر معلقي قناة البيين سبورت الحقيقة رأيه في المباراة وفي تتويج الأهلي كان مهم في هذا السياق نحن نسمعه من أصل تسع نائيات هو التتويج الحادي عشر للكرة المصرية من أصل خمسة عشر نهائي في كاسي السوبر هو تتويج آخر لو تعد التتويجات الأهلي لن يكفي الوقت لحسابها لفتا طيبة هنا كل الميداليات تمنحه لرئيس ناديا الأهلي محمود الخطيب وأي رئيس وأي شخصية محترمة جدا مكان نائب محترم جدا اليوم طبعا صورة معبرة رائعة جدا سعب جدا أنك توصفها أو تعلق عليها أو تعبر عليها أن كل اللاعبين هكذا يقدرون هكذا رجل ويقدرون جهده ويقولون له أن تصاحب كل هذه الميداليات ولسنا نحن أنت من تستحق كل هذه الميداليات ولست نحن ومن خلالك النادي الأهلي ومن خلالك جماهير الأهلي ومن خلال كيان الأهلي لفتة ولا أروع أنا لم يسبق لي وأن شاهدتها بهكذا الشكل أن كل لعبي الأهلي يمنحون ميدالياتهم عرقهم وعرق جبينهم طبعا لرئيسهم سيد محمود الخطيب الذي نحييه بألف تحية طبعا كنت أتحدث عن الأهل صاحب تسعة تتويجات بدوري أبطال أفريقيا أربعة بكاس الكؤوس ووحدة بكاس الكاف وسبعة بكاس السوبر 42 لقب دوري 33 لقب كاس 11 كاس السوبر في مصر لحظات الآن لحظات التتويج بكاس السوبر التاسع والعشرين الأهل المصري صاحب التتويجات والألقاب وصاحب الأيام الصور الجميلة التي يصنحها بالنسبة لعشاكه وجماهيره نا دايما نقول للإخوان المصريين بالدرجة الأولى أحيانا نغير ونحسد الأهل المصري على جماهيره منافسة عربية من قمم عربية في التعليق في الإعلام كلها تشعرك بمدى الاحترام الذي يعني يكون هؤلاء العمالقة الحقيقة للنادي الأهلي والتباري اللفظي كل واحد بطريقته حتى شوف حفيز درجة وهو يتحدث عن الأهلي وعن الكابتن محمود الخطيب وعن طبعا اللفظة الغير مسبوقة اللي بتصدر معاني ولا حرج على كل مستويات وأعتقد أنها هتبقى في ذاكرة التاريخ الكريو على مستوى العالم لا يقدم مثل هذا النموذج ويحظى بمثل هذا الاحترام